موسيقى نتكلم عن حاجة كتير النهاردة ان شاء الله معينا ومعينا ضيف ان شاء الله احنا في انتظاره معينا ضيف مهم جدا بالنسبة لفنانين الهند ميد في الاول خالص بقى هنتكلم عن الميكوب وهنتكلم معينا ميكوب أرتست جميلة شغلها حلوة قوي وهنزل شغلها دلوقتي حالا على الشاشة وهي رانا علي الميكوب أرتست دي يعني هي طبعا دلوقتي شايفاني والميكوب اللي انا عملاها ده هي اللي عملهولي رانا علي طبعا دي بنتي هنشوف شغلها دلوقتي حالا شغلها جميل معينا عروصة هي عملالها اهي قدامنا على الشاشة شغلها مميز جدا طبعا انا مش انا بتكلم بشهادة الشهود والشغل اللي الناس بتتكلم عليه ومبسوطة بيه جدا ودي معينا عروصة برضو قبل وبعد الميكوب احنا نتمنى دلوقتي انها تتكلمنا كده على التصل بينا ونسألها عن بدايتها وعن شغلها وعن المواقف اللي قبلتها دي اخر عروصة عملت لها طبعا احنا كلنا شايفين شغلها على الشاشة وده الاسم الصفحة بتاعتها آآ شغلها جميل جدا في معينا سور تاني ودي برضو عروصة جميلة معينا رانا معينا اتصال من رانا ألو أو أو ايوه يا رانا معينا رانا احاولي كده تكلمينا تاني علشان الصوت مش مش ظاهر مش جاي احنا شغلها جميل جدا والحد ما رانا تكلمنا احنا مستنين مكلمة رانا اه الشغل بتاعها طبعا جميل جدا هي صفحتها عايزين كلنا يعني نشجعها وندخل الصفحة بتاعتها ونشترك في الصفحة بتاعتها يعني احنا بنحاول نعلن كل حلقة عن حد رانا جات معنا اه رانا ازايك الحمد لله بخير وحشتيني شوية دول معنا رانا هي صوتها ومعنا على الهواء ولان يا رانا بقى ايه موضوع العرائز دي انا طبعا عارفة بس الناس عايزة تسأل انت بدأت بقالك كم سنة والله انا بقاليك كتير يعني انا بدأ بس بقالي حوالي مثلا 3 سنين وبدأت الواحدي من غير ولا كورسوت ولا اي حاجة خلص هي كلها بس اكتابات سخصية بس اكتر عالي بقى صوتك شوية كده وقلنا انت فعلا ما تعلمتيش طبعا بكورسات والناس مستغربة جدا على شغلك وانت ما خدتش كورسات ولا حاجة دي موهبة من غير كورسات او دي موهبة يعني انا عايزكي توعيدينا كده ان انت تبقى معنا في حلقة من حلقات لان اكيد الناس نفسها تشوفك وتشوف شغلك يا الله طبعا طبعا اكيدها بقى معيكي انساء الله باذن الله طبعا حبيبتي يا رانا انا برضو بشكرك وميرسي على الميكوب اللي بتعملهولي كل اسبوع وبيعجب الناس وبيعجب الناس جدا جدا وكل كومنتاتهم بقولهم دي رانا بنتي حبيبتي اللي عاملهو دي يا حبيبتي قلبي يا ربي خليكي لايه طبعي بقى بقيت الحلقة يا رانا مش هطول عليك عشان عارفة ان انتي مكسوفة جدا حبيبتي قلبي وروحي رونة صور شغلها هي انا طبعا منزلة حاجة بسيطة جدا من صور شغلها ليها شغل كتير جدا جدا وماشاء الله هي متفوقة واتمنى ان الكل يدعمها ويشجعها بقى يا رانا وهنخش بقى ندخل بقى على الجزء التاني وهو المسابقة المسابقة الاسبوعية اللي هي كل اسبوعين بتاعة الهند ميد هنزل صورها حالا يا جماعة معلش انا بعتذر ليكو ان انا خليتها كل اسبوعين لان طبعا انتوا عارفين وقت الحلقة مش كبير والضيوف لازم تاخد حقها طبعا بالنسبة للمسابقة الشهرية انا بعلن دلوقتي الفيزة معايا في المسابقة الشهرية انها هتطلع معايا مجانا فاطمة السيد ودي من الناس اللي يعني التزمت بالشروط بتاعة المسابقة معانا هي بقى المسابقة الاسبوعية اول متسابقة معانا اللي فازت اروى عمر يونس اروى عمر يونس دولة ليبيا الف مبروك يا اروى والرسم طبعا مسابقتنا النهاردة جميل جدا وفن راقي جدا جدا وده فرع من فروع الجروب عندنا تاني متسابقة معانا شهندة مصطفى غنيم البحيرة بنحقيك يا شهندة على فنك الراقي وعلى شغلك الجميل جدا جدا المتسابقة الثالثة معانا منار عبدالعزيز احمد من الغربية اهلا بيكي اهلا بيكي سورة منار دي المتسابقة الثالثة معانا معانا المتسابقة الرابعة دي معانا المتسابقة الرابعة فاطمة صالح البعيدي المغرب اهلا بدولة المغرب وكل اللي فيها طبعا منورنا بشغلكم الجميل ومعانا المتسابقة الخمسة نورهان حسين جابر من البحيرة من الجيزة سوري من الجيزة نورهان حسين جابر من الجيزة طبعا دي المتسابقة الخمسة نزلنا سورة منار عبدالعزيز احمد هي كالة المتسابقة الثالثة انا هقولهم تاني الاولى اروع عمر يونس دولة ليبيا المتسابقة الثانية شاهندة مصطفى غنيم البحيرة المتسابقة الثالثة منار عبدالعزيز احمد الغربية المتسابقة الرابعة فاطمة صالح البعيدي من المغرب الخمسة الفايزة معانا نورهان حسين جابر من الجيزة اهلا بيكو الف الف مبروك ان انتم فستو اتمنى طبعا نكون سورة منار نزلت الفايزة الثالثة عندنا بقى الجروب بتاعنا جروب كل جديد في الاشغال اليدوية والفن والديكور احنا بنرحب بكل المشتركين والاعضاء والناس اللي بتدخل علشان موضوع التسويق ويسوقوا شغلهم اه دي حاجة انا عايزة بقى تكلم في الموضوع في موضوع التالت اللي ده طبعا خير واحنا طبعا بنسعى للخير دايما وبنحاول نشجع الشباب الشباب الصغيرين ان هما يعملوا خير صادفني حاجة جميلة جدا عايزة اقول لكم عليها عندي بنت في الجامعة جميلة اسمها بسملة انا لقيتها بتكلمني وبتقول لي فيه احنا شباب بنعمل خير في الجامعة ده نشاط طلابي اللي انا احكي لكم عليه ده ده نشاط طلابي بحت عاملينه شباب طلاب من جامعة حلوان كلية بي اي اس و اف ام اي الكليتين دول الشباب دول عاملين الخير ده بي تاسع سنة ليهم بيعملوه الخير ده عبارة عن نشاط طلابي بيفنتات بيرتبوها علشان الاطفال الايتام او الاطفال اللي هما محتاجين دعم ونفسي ورعاية ولبس واكل ده الايفنت اللي هما دي صورة وفيه صورة تانية من سور الايفنت اللي هما بيعملوه هما بيجيبوا من حوالي 30 ل40 طفل وبيجمعوهم في مكان طبعا كبير وبيجيبوا لهم لبس وبيزبطوا اللبس ده وبيكيسوا وبيكوا وبيجيبوا لهم اكل وبيجيبوا لهم العاب وبيعودوا معاهم اليوم ده كله بيلعبوا مع الاطفال ويأكلوهم ويحاولوا يفرحوهم ويسعدوهم طبعا انا دلوقتي مش هقول اسماء مين بس هما فعلا يعني شباب هتكلم عنهم تاني في حلقة تانية ان شاء الله واكيد هيكون في حد منهم معايا عشان يتكلم هو باستفادة في الموضوع انا احب بقى انه اللي حابب يشارك في الدعم النفسي للاطفال يروح انا هقول لكم طبعا الايفنت ده هيكون ان شاء الله بكرة وطبعا المفروض كنا نعلن عنه من بدري بس الظروفة اللي حصلت الايفنت بتاع بكرة هيكون في الدقي اسمه دفقهم من قلبك بكرة ان شاء الله في الدقي هيكون في السري دوس المكان ده وان شاء الله بعد الحلقة في اللايف اللي هنقوله هنقول العلوان بالزبط عشان اللي عايز يروح ويساعد الاطفال عايزة بقى اتكلم من النهاردة على المسابقة بتاعت المسابقة الشهرية اللي احنا بنعملها احنا عشان فيه ناس بتسألني ومش عارفين ايه الموضوع بتاع المسابقة الشهرية الموضوع بتاع المسابقة الشهرية ان احنا بنعمل مسابقة لكل فنانين الهند ميد اللي عايزين يطلعوا معنا في حلقة وبنقول شروط المسابقة وهم بيكونوا يعني مستوفين الشروط وبينفذوها كلها اللي فاتت معنا بقى الحلقة اللي فاتت دي فاطمة السيد اللي هتكون معنا ان شاء الله في حلقة من الحلقات بنقول لها كلنا مبروك مبروك ألف مبروك يا فاطمة هناخد فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل استنوني مرض السكر من الأمراض المزمنة اللي بتخلينا نخاف منه وفي بعض الأوقات بندخل في حالة اكتئاب وصراع نفسي بعد ما نعرف اننا مصابين بالسكر وطبعاً بتبقى كل الحلول قدامنا اننا بناخد علاج مدى الحياة دلوقتي في توسنتر هتقدر تودع مرض السكر نهائياً ومن غير أي أدوية بيعالج أغلب ألواع السكر، الضغط، بعض ألواع الأورام، وبيعالج الثرع عند الأطفال كيته جانب دايب بيخفض من دهون الجسم أثناء طلاق العريق كيماوي كل عام ليه بتؤثر على المريض وبتحسن جداً من نتائج المريض في أثناء راحة العلاج ليه دخلت سكره؟ قصة لذيذة قوي 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 ألاقي جوزي طبقه وقعد في كوريا وراجل جاي شكله محلو وكده وخاسس وصغر كم سنة لأ نقرأ باعاً القراءة ورتني إنه لأ ده أنا علشان عندي مشاكل صحية المفروضة تطبق نظام الكيتو الكيتو نظام ضد الاكتئاب مش بيجيب اكتئاب زي الأنظمة الثانية لا لا إطلاق لأن مع نظام الكيتو هتقدر تاكل كل اللي نفسك فيه وكمان هتخس كيتو سنتر هو أول مركز متخصص في العلاج بالكيتو بالشرق الأوسط وتحت إشراف طلب سويدي كيتو سنتر ورجعنا بعد الفاصل المتسابقة الصورة اللي لسه من الزيتش مونار عبدالعزيز أحمد من غربية دي الصورة ما كانتش نزلت الصورة موجودة معنا الصورة بتاعتها هي مبروك ألف مبروك يا مونار شغل جميل وفن راقي طبعا الرسم ألف ألف مبروك ليكو جميعا أنا عايزة أتكلم عن حاجة كمان أحمد محمد عبد المنعم ده يوتيوبر شاب بيعمل محتوى هايل جدا بيعلم الناس إزاي يتعاملوا مع القنوات بتاعتهم إزاي يقدروا يفهموا كل حاجة والسياسة بتاعت اليوتيوب والقوانين والشروط والحاجات دي عايزين اللي عايز يتعلم واللي عايز يفهم كويس جدا يتعامل مع القنوات بتاعته إزاي يدخل على قناة أحمد محمد عبد المنعم الشاب الجميل الخلوق القناة بتاعته إسمها باقت أمل للقنوات اتفضلوا كلكوا دخلوا عنده إن شاء الله برضو هيبقى في حلقة من الحلقات معانا بإذن الله أنا بحييه من البرنامج بحييه جدا وبشكره جدا على إنه بيساعد الناس كلها وأتمنى أن أنا أشوف شباب زيه كتير فيه كمان موضوع صغير كده أنا عايز أتكلم فيه لاحزت حاجة كده فيه شباب صغيرة وكبيرة وأنا بقول عموما أي سن يعني أنا حصل لي موقف وبصراحة حب أشكر الشاب ده هو اسمه خالد عنده تقريبا حوالي 18 سنة ولا حاجة اتعرضت الموقف كده كان صعب جدا وركبت غلط وكان من على الدقري ومش عارفة أنا لقيت وكان معايا حاجات شايلها والعربية ما كانتش معايا تتخيلوا أني أنا كنت سعيدة جدا لما شفته الولد ده ونزل معايا مخصوص وشلي الحاجة اللي كانت معايا وفضل معايا ويعني طريق طويل وما سابنيش لمدة ربع ساعة لحد ما خلاني أنا ركبني ركبني وتطمن علي وأنا اللي عايزة تطمن عليه أنا بشكرك يا خالد جدا وأتمنى أني أشوف شباب كتير زيك مش يعملوا معايا الموقف ده لا يساعدوا كل الناس كل اللي اللي لاقي حد محتاج مساعدة يساعدوا سواء كبير أو صغير بشكر خالد وبشكر كل الشباب اللي زيه وكل الناس اللي بتساعد الناس وأنا بقول يريد كلنا نساعد بعض في أي حاجة حتى لو بالكلمة الكلمة ليها تأثير كبير قوي قوي على النفسية وعلى الكبير وعلى الصغير أتمنى كلنا نساعد بعض في كل حاجة وأنا أحب أساعد كل الناس بالنسبة للموضوع الحلقات الجماعية اللي أنا كنت بتكلم فيها اللي الناس طلبتها مني وناس كتير قوي قوي عايزة تعمل حلقات جماعية مع بعض أنا بقول لكم اللي عايز يعمل حلقات جماعية يكلمني وترتبه مع بعض وأنا ما عنديش مانع خالص خالص أن أنا ساعدكو في أي حاجة إحنا كان المفروض يبقى معنا ضيف الأستاذ مصطفى العطار بس للأسف هو يعني تقريباً لطريق زحمة أو في حاجة عطالته المفروض هو كان يبقى معنا النهاردة وإحنا كنا في انتظاره بس إن شاء الله يوصل بألف سلامة ويبقى معنا بإذن الله في حلقات أو في حلقة جاية إن شاء الله بإذن الله أي أسئلة أو أي حد محتاج أنه هو يطلع في البرنامج أو يعرض المحتوى بتاعه أو عنده موهبة أو عنده أي موهبة سواء هند ميد أو شعر رسم غنى أي حاجة غنى الجروب موجود جروب كل جديد في الأشغال اليدوية والفن والديكور أهلاً بي وإحنا فاتحين أبوابنا وأرقامنا بتظهر على الشاشة لأي حد يكلمنا في النهاية بشكر كل المشاهدين وكل الناس اللي أنا بحبهم وكل الناس اللي مستنين الحلقة بتاعتي بشكركم جداً جداً ومستنية تلفوناتكم واستنوني في اللايف بعد الحلقة وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة